يا أبي أساتر بجيتك على رأسي والله يا محرم بي فضلك يعملوا عشق نحن لسه نهود مش هنهود ولا حاجة هنمشي خلاص فضلك محرم بي شكرا محرم بي حسن أخوي إذا أنك تعرف محرم بي أنا طبعا أعرفه لكن هو ما يفتكرنيش محرم بي صاحب أبوك الله يرحمه الروح بالروح تعرف الصراية اللي في آخر البلد مكفولة أيوة الصراية داي طوبة بتاع الكهرم بي نورت البلد أنا كان بني وبين أبوك شوال كتير أفهمك أنا كل حاجة ما ستستعزين العشق لا 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 عشق إيه بقى أصلا إحنا جاي من المطار علينا على طول إحنا هيدوبك ما روح نسترية لا تروح فين؟ دبتي هنه؟ وبين هتلاقي الصراية فيها وطراب كتير وعايز تتنظف بكرا الصبح إن شاء الله هبعد لك حد ينظفها عشان تقعد فيها على الرواجة أنا بعدت الناس نظفهم أن يموين ثلاثة بقولك إيه؟ أنا عزمك بكرا على الغداء وهتحسن معك تحت أمرك يا محرم بي طيب طيب أصلا إزالنا نبا فضل أمحرم بي فضل 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 بي يا ربي يا ساد فضل أمحرم بي كذلك؟ بقي طيب والله ما عز وجدت لك بسلام عليكم بسلام عليكم فضل 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 الساعة يكون مشكور فضل 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 في الندي يا مراوان فضل 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 ايه مراوان لهم قلتش نادية فين انا مضطرة افتش البيت كله ومش هامشل لو هي معايا ايه مجدريش تستنى لو الصبح واللي ايه العموم دجيجة واحدة مبع مقاكحة الامور ايه مراوان هتسلموا نادية عايزاني عامل يا زينب انا مش عايزك تعمل حاجة انا بس عايز اعرف انت بتفكر في ايدي الوقتي وفي جهر حالة بالتنين لما يدفنها بيدي او اسلمها لهم زينب نعم تزعلنه متضايقة علشانها مش اكده طب ايه اللي عملته دا ايه انا زعلنه متضايقة علشانها جدا وعارف ان انا مش غينفى اقولك سمح بس يا مراوان لازم تبقى عارف ان الجرح اللي في قلبك علشان خاطر ابوك هو نفسه الجرح اللي في قلبك علشان خاطر ابوك المفروض ان احنا الكبار كانوا علمونا ازاي نحب بعض ازاي نعايش مع بعض المرتحين وكدفنا في كدف بعض بس الاسف دا ما حصلش واحنا دلوقتي بندفع زنب من زنبنا اعمل اللي انت شايفه صح يا مراوان مش انا اللي هقولك اعملي بس انت لازم تبقى فاهم النادية ضحاية مش مجرمة صدقني يا مراوان يا الله 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 هديها وفهمها ان احنا هنقض هنا على طول ما تقلقش انا عارف هتصرف معاها ازاي اهدى بس المهم اقول نوي على ايه مش عارف بكرا ما قابل مراوان هشوف هيعمل ايه طب ممكن تهدي اللعبة مرة احنا مش عايزينهم يسحول اعتماد المالي بتاعنا اعمل ايه اعمل ايه ما هادش مقدر لنا فيه يقدر ايه في حتى عاقل في الدنيا يحرق بضعف مخاذن بخمسين مليون ما انا ما كنتش عمد كده كان زمان متعلق الحبل المشنقة مش عارفة لي انا قل انا حاسة كده الهدوء اللي هو وما فيه دوت زي الهدوء اللي بيزبق العاصفة ربنا اصدر على مهم انا بعت رسالة لجيو بطوله عايز اقبلك رب دي عليك؟ لا الاسف طب هتعمل ايه محر بسمين ايه ده واعد افكر انا دلوقتي خلاص ما عنديش مخوه عندي امل ومقبل اتمرار بكرا هجيب نتيجة تفتكر؟ اه ان شاء الله ان شاء الله اصبع على خير ايه من اهله ربنا اصدر تعمل ايه؟ هتموتني؟ مايهمنيش المهم ان اختي طرى بوي شفتك وانت جلبك محرج على بوك زي بحركت جلبي افضل عاكم امور محدش يجربلي لو حد اجربلي انا هموت نفسي خدوا لو ايت تفتكر ان انت عطفتي من يدي لو رحت الاخر بلاد المسلمين احنا هنفضل هنا لحد امتى لحد ما دا دي يقول بس انا مش عايز اعود هنا ثانية واحدة انا همشي بكرة الصبح معلش هو بابا ده عمره غصبك على اي حاجة في الدنيا ممكن تسمعي كلامه المرة دي انا مش مستريحة هنا هعود هنا ازاي هتعامل مع الناس دي ازاي اصلا ان شاء الله شوية كده وتقدر تستحملي استحمل لما الوضع دي يكون مفهوم لكن انا اسيب حياتي وشغلي وصحابي وكل حاجة هناك واجي هنا انت متخيلة اسيب لندن واجي عيش هنا وبعدين انا عايز افهم بقى انا دماغي مش قادرة تستوعب خالص انك قدرتي وقبلتي اصلا تسيبي حياتك وشغلك وتيجي تعيشي هنا ريب هو في ايه انا عايز افهم هتفهمي كل حاجة صدقيني بس في وقتها ممكن دلوقتي يتغيري هدوم كتي وننزل نتعشها ماليش نفس اسمعي كلامي يا لوبنا انا متضايقة ومخنوقة والجد مش عايز اتكلف قعودي صدقيني يا حبيبتي كل حاجة هتتحل واللي انت عاوزها هيكون بس ازاي ما انا قلتلك المسألة بس مسألة وقت طب انا هقولك حاجة عشان تستريح هيهجبلك من الاخر الشركة بتاعت ابوكي بتمر بشوية مشاكل مادية في لندن اوكي عشان كده نزلنا هنا عشان نحل المشاكل ديت وصدقيني هنرجع احسن من الاول كمان والله ممكن بقى تقومي معي عشان نتعشها يلا ايه ايه اياك اشوف عينك دامح انت والاخوك البكة والحزن الحريم لكن انت لا كمان عاد شي ينفع خلاص وإيه اللي عاد شي ينفع أني كريمة وبناتها يفضل قاعدين هنا في البيت أقدرش هتحمل أشوفهم قدامي للنهار من رجلهم حطت في البلد الخراب حلها البيت بس هو رحمة الغالي لكتعرش لهم البلد والبيت إيه ما عايش بكش كلامي ولا أمه أنا ما عايشت أسمع الحديد ده تاني خالص طب تعال تعال لك والتعال لما بوك مات الله يرحمه يا حسن قلت ان انت واخوك هتبقوا سندي ودراعي اللي يجيب لي حجي وياخد طاري بس يخسار سمعت انتو كمان كلام كريمة وسبتوها جالت علي اللي ما يتجال واتهمتني وأنا بريقة عشان تدخل البيت وتجعد فيه وانت جواز تريتال واخوك جواز زينب وفي الآخر نادية جتلت أبوك أم انت فني من يعاني من جوه وأنا عملة مفرد فيك أبدا وحتفضل في عينينا ونشي المداسك في قرصنا بكرة تعرف ان كلامي صح وان الكريمة هي اللي وزت نادية تكتلبوك ولو ما جطعناش راسها روحت بخ سمه في كل اللي في البيت اللي حد من تجتلنا نفع الورد تاني اشتركوا في القناة